بسم الله الرحمن الرحيم عزائي التلميذ والتلميذات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن مع درس صلاح الدين الأيوبي الفقر الأولى عزائي التلميذ بعد تناول العشاء بعد تناول العشاء جلست أسرة أمير أمام تلفزيون تتابع نشرة الأخبار وفي أثناء الاستماع للنشرة دارت تعليقات ومناقشات وفجأة صمت الجميع وارتفعت أصوات الطلقات النهرية والانفجارات المدوية وتصاعدت ألسنة اللهب من المنازل وتوالت صور الأطفال في عمر الأصغار وقد قتلوا وشردوا وشيوخ وعجائز لا حول لهم ولا قوة سقطوا صرعا تأثر أفراد الأسرة تأثرا بالغا بمناظر القتلى والجرحة وأمير وأميرة يتابعان المشاهد بحزن شديد معاني المفردات أعزائي التلميذ كلمة أثناء معناها خلال كلمة فجأة معناها على غير توقع المدوية أي المرتفعة تصاعدت معناها ارتفعت توالت تتابعت ألسنة اللهب هي الدخان المتصاعد نتيجة الحرائق ماذا شاهدت الأسرة في التلفزيون شاهدت الأسرة نشرة الأخبار أثناء واثناء الاستماع للنشرة دارت تعليقات ومناقشات وثم شاهدوا أصوات الطلقات النارية والانفجارات المدوية وألسنة اللهب التي تتصاعد من المنازل وصور الأطفال الذين شردوا وقتلوا وصور الشيوخ والعجائز الذين سقطوا صرعا وقد تأثرت الأسرة تأثرا بالغا وحزنت حزنا شديدا وجد بانتباه أمير وأميرة رسالة قصيرة من أحد المشاهدين مكتوبة في أسفل شاشة التلفزيون أين أنت يا صلاح الدين سأل أمير والده من صلاح الدين من صلاح الدين قال الأب صلاح الدين الأيوبي بطل عظيم من أبطال المسلمين ولد في عام 532 532 من الهجرة بقلعة تكريد ببلاد العراق وقد نشأ على حب الفروسية ومكارم الأخلاق واهتم بالعلم والعلماء وتحصين البلاد ضد الأعداء من الصليبيين جذبة معناها شدة نشأة معناها تربة مكارم هي المحاسن تحصين معناها حماية ماذا تعرف عن صلاح الدين كما وضحت الفقرة وقام قال الأب أن صلاح الدين الأيوبي بطل عظيم من أبطال المسلمين قد ولد في عام 532 هجرية بقلعة تكريد ببلاد العراق وقد نشأ على حب الفروسية ومكارم الأخلاق واهتم بالعلم والعلماء وتحصين البلاد ضد الأعداء الصليبيين فحين داهموا الأرض العربية في الشام واحتلوا مدينة القدس استطاع أن يوحد صفوف العرب من مسلمين ومسيحيين وهزم الصليبيين في موقع حطين في عام 583 583 من الهجرة وخلص البلاد العربية من خطر هؤلاء الصليبيين وأعاد القدس إلى أهلها قال أمير أريد يا أبي أن أعرف المزيد عن حياة هذا البطر داهموا معناها اقتحموا خلص معناها حرر أعاد معناها رد ماذا تعرف عن موقع حطين موقع حطين وقعت سنة 583 هجرية وكانت بين هؤلاء العرب من مسلمين ومسيحيين بقيادة صلاح الدين الأيوبي وبين الأعداء الصليبيين وقد انتصر فيها العرب المسلمين والمسيحيين بقيادة صلاح الدين الأيوبي على هؤلاء الصليبيين واستطاعوا إعادة القدس إلى أهلها قال الأب إن حياة صلاح الدين مليئة بالمواقف الرائعة فمن هذه المواقف أنه بعد أن انتصر في موقع حطين وقع كثير من الرجال والنساء الصليبيين في الأسر فعفى عن النساء والأطفال والشيوخ وسنح لهم بمغادرة البلاد وقبل أن يغادروا بيت المقدس جاءت مجموعة من الأميرات وتشبثنا بردائه وبكينا وطلبنا منه أن يعفوا عن أزواجهن فرقى لحالهن وعفى عن الأسر كلمة رقى معناها لانا كلمة ردائه أي ثوب كلمة تشبثة أي تمسكة اذكر موقف الرائعة من مواقف صلاح الدين الأيوبي قلنا أنه بعد أن انتهت موقع حطين وقع كثير من الرجال والنساء الصليبيين في الأسر فعفى عن النساء والأطفال والشيوخ وسمح لهم بمغادرة البلاد هذه واحدة واحدة أخرى أنه قبل أن يغادروا بيت المقدس جاءت مجموعة من الأميرات وتشبثنا بالثوب صلاح الدين الأيوبي وبكينا وطلبنا منه أن يعفوا عن أزواجهن فرقى لحالهن وعفى عن الأسر أضاف الأب إن صلاح الدين الذي تتجسد في شخصيته مبادئ الحضارة العربية الإسلامية التي تنادي بالحب والسلام والصفح والتسامح إن سلوك صلاح الدين مع هؤلاء الأميرات ينبؤ عن حسن خلقه وتمسكه بالمبادئ الإسلامية قالت الأم المواقف كثيرة يا أمير فابحث في المكتبة عن سيرة هذا البطل لتعرف المزيد علقت أميرة قائلة وأنا يا أمي سأبحث عن أبطال آخرين لا يزالون يدافعون عن القدس مثل صلاح الدين الصفح معناها العفو ينبئ معناها يدل على ما يدل تصرف صلاح الدين تصرف صلاح الدين يدل على حسن خلقه وعلى تمسكه بالمبادئ الإسلامية العربية كلمات الجديدة أعزائي التلاميس كلمة أثناء معناها خلال كلمة دارت أي جرت كلمة فجأة على غير توقع كلمة المدوية معناها المرتفعة تصاعدت أي ارتفعت توالت تتابعت السنة اللهب هي الدخان المتصاعد نتيجة الحرائق دهموا أي اقتحموا عادة معناها ردة سرعة معناها قتلة عجائز معناها كبار السن المشاهد معناها المناظر لا حول معناها لا قوة جذب شدة نشأ تربة مكارم محاسن تحصين معناها حماية غلصة أي حررة بالغا أي شديدا خلاصة الدرس عزي التلاميذ صلاح الدين الأيوبي جلست الأسرة تؤمنة التلفزيون وشهدوا صور القتلى والجرحة صلاح الدين بطن من أبطال الإسلام نشأ على حب الفروسية ومكارم الأخلاق هزم الصليبيين في موقعة حطين وأعاد القدس إلى أهلها صلاح الدين تتجسد في شخصيتي المبادئ العربية والإسلامية التي تناري بالحب والسلام كيف هيئت السؤال في هذا الدرس عزي التلاميذ هات المطلوب مراد في كلمة جذبة يعترى شدة ولا دفع ولا أقبل من يقول ممتاز إنها كلمة شدة مضاد كلمة يوحد يتقن ولا يفرق ولا يجمع مضاد يعني العكس يوحد مضادها يفرق مفرد الحروب مجموعة من الحروب الوحدة منها نقول عليها محارب ولا حربة ولا حرب إنها كلمة حرب جمع كلمة موقف موقف وموقف وموقف هي مجموعة من المواقف ولا واقف ولا واقف أحسنت إنها كلمة المواقف أجب عما يأتي ما الذي جذب انتباه أمير وأميرة جذب انتباه أمير وأميرة رسالة قصيرة من أحد المشاهدين مكتوبة في أسفل الشاشة في أسفل شاشة التلفزيون أين أنت يا صلاح الدين أذكر موقفا يدل على شهامة صلاح الدين الأيوبي مع الأعداء موقف من المواقف بعد أن انتصر صلاح الدين في موقعات حطين وقع كثير من الرجال والنساء الصليبيين في الأسر فعفى عن النساء والأطفال والشيوخ وسمح لهم بمغادرة البلاد ولكن قبل أن يغادروا بيت المقدس جاءت مجموعة من الأميرات وتشبسنا برداءه وبكينا وطلبنا منه أن يعفوا عن أزواجهن فرق لحالهن وعفى عن الأسر على ما يدل سلوك صلاح الدين مع الأعداء سلوك صلاح الدين مع الأعداء دليل على حسن خلقي وتمسكي بالمبادئ الإسلامية ما الذي نشأ عليه صلاح الدين وبما اهتم نشأ على حب الفروسية ومكارم الأخلاق واهتم بالعلم والعلماء وتحصين البلاد ضد الأعداء من الصليبيين اقرأ الفقرة ثم أجب إن سلوك صلاح الدين مع أولئي الأميرات ينبؤ عن حسن خلقي وتمسكي بالمبادئ الإسلامية قالت الأم المواقف كثيرة يا أمير فابحث في المكتبة عن سيرة هذا البطل لتعرف المزيد ما مراضي في سلوك وما جمع سيرة وما مضاد حسن وما مفرد المبادئ مراضي في سلوك أي معنى معنى كلمة سلوك من يقول أي و إنها كلمة تصرف جمع كلمة سيرة سيرة وسيرة 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 شوية أو مجموعة من ممتاز مجموعة من السير كلمة حسن مضادها أو عكسها سوء مفرد المبادئ مجموعة من المبادئ الواحد منها نقول عليه مبدأ ماذا تعرف عن أخلاق صلاح الدين أخلاقه حسنة أخلاقه حسنة ومتمسك بالمبادئ والأداب الإسلامي هات من الفقرة جمع مؤنى السالم جمع تكسير همزة قطع ألف وصل حرف جر مضارع جمع مؤنى السالم من يبحث في الفقرة ويقول أي و إنها كلمة الأميرات جمع تكسير من يدور المواقف وعندي كلمة المبادئ همزة قطع همزة قطع اللي هي بنقطع فيها الهواء حط قبلها واو ممتاز إن ألف وصل اللي هي ما بنقطعش فيها الهواء حط قبلها واو برضو والمكتبة حرف جر ميني طلع حرف جر من الفقرة أيوة فيه وعندي كلمة عن وعندي معه مدارع فعل مدارع ينبئ أو لتعرف ممتاز فتح الله عليكم جميعا إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا لنهاية درسنا الحالي ومع نفهم نتعلم ببساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته